شواط مساء هذا اليوم شواط الختام مشاهدين متابعين الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة الشواط العاشر وهو الخاص باللقاء البكار المهجنات الأصائل من أشواط التميز أشواط التحدي ومسافة الخمسة كيلو مترات الحاضرة مع هذا الانطلاق المثير نسير بالصدارة نتابع بداية هذا الشواط وأرهني العنود أرى العنود تعاند منذ البداية تنطلق بالصدارة تنطلق بالمقدمة العنود التابع الهجن العاصفة يقودها حمد بالرأس شفنا دير ننطلق مع المركز الثاني وأرى التحديات بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائد المكتوم ولكن ينخطف ينخطف المركز الثاني من الضبي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رائد المكتوم سيب بن علي بكليب في عملية التضمير وأشكال تاتي ثالثا بالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد من يتابع انطلاقة أشكال رابع التحديات المتحدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عملية التضمير عند سعيد بن راشد بن غدير ننطلق مع المركز الخامس كي أرى الشرود بالشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم عتيج بن سالم بن عرض الحميري من يعلن انطلاق الشروط مع المركز الخامس وسادسا أرى التحديات الصدارة والعفريت قادمة العفريت قادمة بكل قوة بكل تحدي يا السلام يا السلام يا السلام اللحظات الأخيرة الأمتار النهائية الأمتار المجنونة والعنود على الصدارة العنود على المقدمة حاملة للرقم واحد مع هذا الاندفاع المثير يا السلام العفريت 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 مع المركز الثاني والتحدي يا السلام يا السلام اللحظات الأخيرة العنود على الصدارة تهانين الهجن العاصفة والتاني لحمد بن راشد بن ردير العفريت مع المركز الثاني من هجن الرئاسة المركز الثالث الضابي من هجن العاصفة المركز الرابع لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم المركز الخامس تصل فيها الضابي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام مراكز الاولى ولكن نعود بعد توقيت الزمني عنود مشاهدين متابعين الكرام سبع دقائق ثمانية واربعين ثانية وفاء وتمام التهانين لهجن العاصفة والتاني لحمد بن راشد بنغدير بينما اللي وصلت مع المركز الثاني العفريت تقطع المسافة في فترات زمنية مقدارها سبع دقائق سبع دقائق ثمانية واربعين ثانية وجز واحد من الثانية تهانين لهجن الرئاسة والتهاني لعيسى بن احمد بن مايد الخيلي الضبي تصل مع المركز الثالث تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها بالتأكيد هذه لحظات الوصول سبع دقائق واحد وخمسين ثانية وجز اين من الثانية تهانين لهجن العاصفة والتهاني موصولة للوافق حمد بن راشد بن غدير التحديات رائعة مشاهدين متابعين